الله أكبر قل الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف بمعروف وأشهدوا دوي عزل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد بي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يأسن من المحيد من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتون ثلاثة أشهر واللائي لم يحذنا وأولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترذعوا له أخرى ينفق ذو سعة من سعته ومن قذر عليه رزقه فلنفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسري يسرا وكأي من قرية عتت أن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رسقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العديم